غضب احتجاج صدمة وحزن عناوين بارز لأحداث كبرى بصمت سنة 2018 في هذا التقرير نستعيد أبرزها في أبريل أطلق رواد منصة التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات عبر عدة وصوم وهاشتاغات من أشهرها خليه ريب الحملة دفعت بعض الشركات المعنية إلى إعادة النظر في أثمينة منتجاتها بعدما تكبدت خسائر مالية مهمة في شتنبر وعلى نحو اللافت سجل المغرب موجة من الهجرة السريع موجة بلغت ذروتها بعد انتشار الحديث عن خروج قوارب سريعة تدعى الفانطوم والمستعملة في تهريب البشر بسواحل مدينة تطوان الأمر انتهى بشكل مأساوي بعد وفاة الشابة التطوانية حياة إثر إطلاق البحرية الملكية النار على القارب الذي كان يقلها بمعية مهاجرين آخرين ولم يكن المجال التعليمي استثناء من ضمن المواضيع التي استأثرت بالاهتمام خلال السنة التي نودعها بعد إقحام مفردات من الدارجة المغربية ضمن المقرارات الدراسية كالبغرير والغريبة والبرواد وأمام هذا الجدل لم تجد الوزارة الوصية بدا من حذف هذه المفردات من المقرارات في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون وككل سنة العودة إلى توقيت جرينج مع نهاية شهر أكتوبر فوجئوا بقرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي على مدار السنة القرار قوبل برفض واسع واحتجاجات قادها التلاميذ في عدة مدن لما رأوا فيه من آثار سلبية إلى ذلك سارعت الحكومة إلى التجاوب مع هذه المطالب من خلال تعديلها للزمن المدرسي بعد دخول نقابات تعليمية على الخطة ومن الحوادث المأساوية التي بصمت سنة 2018 سقوط سبعة قتلى وأزيد من مائة جريح في حدث خروج قطار عن سكته بمنطقة بوكنادل ضواحي مدينة سلا وعاش المغاربة أيضا خلال هذه السنة تفجر ما بات يعرف إعلاميا بقضية راق بركان في أعقاب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يوثق لممارسات غير أخلاقية بين أحد ممارسي الرقية الشرعية وإحدى زبنائه وهو منتهى باعتقال الراقي الحادث فتح نقاشا واسعا حول القوانين المؤثرة لمثل هذه الممارسات بالمغرب ولعل من أكثر الأحداث المضيئة التي ميزت السنة التي نودعها إعطاء الملك محمد السادس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية إطلاق القطار فائق السرعة تي جي في منتصف نومبر الفارت ويقطعه البراق الذي يعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية المسافة الرابطة بين مدينة تونجا والدار البيضاء التي تصل إلى 350 كيلو مترا في فترة لا تزيد عن ساعتين وعشر دقائق فيما تبلغ المدة خلال الوقت الحالي أربع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة وقد بلغت تكلفته ما يقارب إثنان فسنة أربعة مليار دولار ختاب هذه السنة كان صادما بعد مقتل السائحتين أجنبيتين بإقليم الحوص في حادث إرهابي راحت ضحيته الدمماركية لويزا فيسترغير يسبرن ذات الرابع والعشرين ربيعا ونرويجية مالين أولند البلغة من العمر 28 عاما خلفت موجة غضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وقفات احتجاجية تضامنية داخل المغرب وخارجه وفي سياق متصل أوقفت المصالح الأمنية عددا من المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة